اشتركوا في القناة وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية والتي ستسلط الضوء على محاربة الدعاية الإعلامية للإرهاب والإرهابيين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية حفظه الله أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف أن أكون بينكم اليوم في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية الذي يتفيأ ظلال رؤى جديدة في الميادين كافة وآفاق واثقة نحو مستقبل زاهر لخير أهله وأبنائه الكرام ولخير الأمتين العربية والإسلامية وأود أن أسجي عظيم الثناء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لدورها القيادي للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وإزاء جهودها الكبيرة وخدماتها الجليلة التي تقدمها في سبيل محاربة الفكر الإرهابي المتطرف ويشرفني أن أكون بين المحدثين في هذا الاجتماع الاستثنائي والتاريخي لوزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للحديث عن دور الإعلام في محاربة الفكر الإرهابي المتطرف وتجشين عمل التحالف من الناحية الإعلامية واستثنائية هذا الاجتماع يا صاحب السمو ليست فقط لأننا أمة السلام والعدل والوسطية والاعتدال بل أيضاً لأننا الأولى بمحاربة من يرهبونا ويقتلونا بإسم الدين الإسلامي الحنيف فقد بات من حقائق عصرنا وتداعيات ثورته الصناعية الرابعة أن الحروب تخاض عبر وسائل الإعلام والاتصال فأضحت الساحة الإعلامية والاتصالية ميدان مواجهة تماماً كما هي ميادين الحروب العسكرية والأمنية سمو وولي العهد الحضور الكرام لقد تلقت العصابات الإرهابية الجبانة خلال الأشهر الماضية هزائم كبيرة لكن الحرب لم تنتهي بعد سيما في الميدان الإعلامي والاتصالي الذي سيمتد حتى نحصن مجتمعاتنا من الأخطار الظلامية وأفكارهم الإرهابية ونشد من عضد إعلامنا ليكون آداتاً فاعلة بيد المجتمعات لمحاربة التطرف والغلوي والإرهاب فالحرب على الإرهاب ومواجهة الفكر الإرهابي المتطرف بجميع منابره هي عملية مستمرة ومعركة مصيرية والاستراتيجية الشاملة التي اختطتها أشقاءكم في الأردن لمحاربة هذا الفكر الظلامي والتي تترجب مولايا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني من الحسين عملت في جزء أساسي منها على المحور الإعلامي والفكري الذي يتطلب وقتاً وجهداً توعوياً وفكرياً رائداً وممتداً ونحن كدول عربية وإسلامية نحتاج إلى تكثيف التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار والبناء على النجاحات التي تحققت من أجل الوصول إلى أليات فاعلة تسهم في محاربة الإرهاب على المستوى الفكري والآيدولوجي وتفنيد المزاعم والخرافات والأفكار المشوهة والمشبوهة التي تتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية فالإعلام المهني التنويري الوازن يجب أن يكون صاحب الكلمة العليا والأثر الأكبر ويتفوق على كل الوسائل الأخرى التي يتخذها أعداء الإنسانية وإعلامهم للنيل من هويتنا وتاريخنا ولعل من أبرز الأدوار التي يجب أن تتصدى لها مختلف وسائل الإعلام في الدول العربية والإسلامية تفنيد المزاعم الكاذبة التي تقتات عليها الجماعات الإرهابية في تبرير جرائمها في كل أنحاء العالم ومن جهة أخرى فالدور الآخر للإعلام إلى جانب تفنيد المزاعم هو المبادرة ببث وإنتاج محتوى إعلام قويم يكرِّس قيم الإسلام الصحيحة بأبعادها الإنسانية السامية ويزرعها في عقول النشء والأجيال ليكونوا دروع مجتمعاتهم في مواجهة المخططات الرامية إلى تدمير الأمة والقضاء على تاريخها ومسؤولية تفنيد المزاعم وبث محتوى قويم تتضاعف على عاتقنا في ظل الانفتاح الكبير والتطور التقني المذهل الذي تشهده وسائل الإعلام خصوصاً ما يتعلق بوسائل الإعلام الحديث والتواصل الاجتماعي التي استغلتها الجماعات الإرهابية لبث أفكارها المسمومة واستقطاب المؤيدين لنزعاتها المتطرفة ونسبها زوراً وبهتاناً إلى ديننا الإسلامي الحنيف ودعونا نعترف أننا فوجئنا بحجم التطور الكبير والاستخدام المتقدم من جانب التنظيمات الإرهابية لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي رتب علينا تحدياً يتمثل بسرعة الاستجابة واستثمار الخبرات المتقدمة من أجل إيجاد آليات فاعلة ومقنعة تخاطب كل فئات المجتمع وليس فئة بعينها وتحميهم من المحتوى المتطرف الذي تنتجه عصابات التطرف والإرهاب صاحب السمو الملكي الحضور الكرام إن تجربتنا الأردنية في التعامل مع الإعلام ووسائل الاتصال كأحد أهم جبهات مواجهة الإرهاب تقوم على ثلاث مستويات رئيسية المستوى الأول هو المستوى السياسي والمهني الذي يحدد الأطر والسياسات وأوجه التفاعل بمهنية للتعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وذلك لتعزيز الإعلام المهني الباحث عن الحقيقة وتقويته وثانيها المستوى القانوني الذي يتم من خلال التشريعات والأنظمة التي تحصن المجتمعات وتضع ضوابط قانونية واضحة للتجاوزات وثالث مستويات التعامل هو المستوى الأمني الذي يتم من خلاله تتبع أي مظاهر في الإعلام تتجاوز على الأمن الوطني كبث خطاب الكراهية أو التطرف أو استخدام الإعلام للترويج لأفكار التطرف وتجنيد الإرهابيين وقد أثبت التعامل ضمن هذه المستويات الثلاث الإمكانية الحقيقية لتحويل الإعلام ليصبح عاملاً من عوامل منعة المجتمعات وتحصينها بدل أن يكون نقطة ضعف فيها سمو ولي العهد السيدات والسادة إن التحدي الماثل أمامنا تاريخي وغير مسبوق فنحن بأمس الحاجة إلى وسائل غير تقليدية تسهم في دحر الأفكار المتطرفة فلا يجب أن تبقى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نقطة ضعف يتسلل من خلالها من يريد النيلة من مجتمعاتنا تنظيمات إرهابية كانت أم دولاً وهي تحاول بث الفرقة والفتنة والتعصب وتصدير الفوضى إلى مجتمعاتنا وزعزعة أمننا واستقرارنا ومن هنا تبرز أهمية صناع الجيل شباب واعٍ ومثقف يؤمن بمستقبله ويثق به ولا يستكين للأفكار السلبية والسوداوية ولا يعني مستقبلاً ما يعني مستقبلاً أكثر إشراقاً ومجتمعاً أكثر إنجازاً وعطاءاً وأمة أكثر تماسكاً ختاماً اسمحوا لي أن أكرر التحية والتقدير لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله وخالص التقدير لهذا الجمع الطيب من أبناء الأمة في مسعاهم للدفاع عن تاريخ بلادنا وحاضرها ومستقبلها راجياً الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لتحقيق ما نسعى إليه من أهدافاً وتطلعات تصبوا في خدمة الأمتين العربية والإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة